السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ايها الاحباب الكرام نجدد الترحب بكم ونصلي ونسلم على خير البرية سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه حديثنا اليوم ايها الاحباب الكرام استحضار الذكرى الوطنية الخالدة ذكرى المسيرة الخضراء المدفرة وذلك لقول الله عز وجل وذكرهم بايام الله وذكرهم بايام الله معناها ان هناك في مصاري التاريخ البشري محطات مشرقة وقعت فيها انجازات عظيمة وهذه الانجازات قد تكون دينية وقد تكون وطنية الغاية منها ان تستفيد الاجيال اللاحقة من انجازات الاباء ومن انجازات الاجداد ونحن المغاربة اليوم في السادس من نوانبر نستحضر جميعا هذه الذكرى الوطنية الخالدة ذكرى المسيرة الخضراء المدفرة التي قادها جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه والتي استنبطها من المسيرة المباركة مسيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة المكرمة عام الفتش الاكبر وكان ابرز ما يدفعه لذلك وهو القرآن العظيم الذي جاء فيه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وجاء فيه قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا وجاء فيه ايات كثيرة تحط على التضامن والتكافل وعلى الوحدة والتآذر ومن ثم كان الشعار هذه المسيرة الخضراء ان يحمل المشاركون في اليد اليمنى نسخة من القرآن العظيم وفي اليد اليسرى العلم الوطني وقد حققت هذه المسيرة اهدافها وصار العالم باسره ينظر اليها باعجاب عظيم نحن اليوم نستحضر الذكرى الخامسة والاربعين من انطلاق هذه المسيرة التي تعتبر الحدث البارز لمغربنا العزيز بعد الاستقلال هي مناسبة لاسترداد اقاليمه الجنوبية في صحرائه جاءت هذه المسيرة لتعلن للعالم ان المغاربة مهما كانت اتجاهاتهم ومهما اختلفت مشاربهم فانهم سرعان ما يتحدون وحول سلطانهم وملكهم يرتفون للوقوف صفا واحلا وللصمود جنبا الى جنب وذلك استجابة لداعي الوطن وتجاوبا مع مصلحة البلاد العليا وتلبية للنداء الملكي السامي تعالوا بنا ايها الاحباب الكرام نستحضر الاحداث التي كانت قبل انطلاق هذه المسيرة معلوم ان المغرب تعرض للاستعمار في شماله وفي جنوبه كان الاستعمار الاسباني وفي وسطه كان الاستعمار الفرنسي والمغرب ظل دوما بلدة طيبة وله رب غفور والمغرب كان يزهر بالتروات الطبيعية في الجانب الفلاحي وجانب البحار الممتلئة بالاسماك وخيرات المولى عز وجل كثيرة في هذا البلد الامين مما جعل اطماع الدول الاستعمارية تضع يدها على هذا البلاد ثم بعد انطلاق حركة المقاومة وحركة التحرر تمكننا ولله الحمد من صد المستعمر لكن اسبانيا ظلت تضع يدها على الاجزاء الجنوبية من المغرب وقبل ان تذتر للانصراف ما الذي وقع تأسست جبهة مزورة جبهة البوليزاريو بدعم للأسف من الجارة الشقيقة العزيزة الجزائر منذ سنة 1973 في اللحظة التي بدأ الاستعداد الاسباني للجلاء من الصحراء فبينما ترح المغرب وسعد من جلاء الاسبان اذا بهم يغرسون هذا الكيان المصطمع المسمى بجبهة البوليزاريو هل يمكن ان ندخل في عراق مع هؤلاء الناس عبقرية المغفور له الحسن التاني طيب الله تراه كان ذوما يفضل الحل الدبلوماسي والحل السلمي على ان ندخل في العراق والصراع والحرب لاننا على كل حال نبقى توحدنا كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله والصحراء الجنوبية هي مغربية بانتياز فماذا علينا ان نفعل هنا المغفور الحسن التاني بدأ يفكر في حل سلمي فجاء إبداع المسيرة الخضراء المدفرة كمسيرة سلمية كبرى لاسترجاع المناطق الجنوبية من الاحتلال الاسباني وايضا لاجلاء الكيان المصطلع المسمى بالبوليزاريو وهكذا بدأ يفكر ويدبر عاهد البلاد وبطريقة احيطت بهدار سميك من السرية والكتمان تم تنظيم هذه المسيرة الخضراء نستحضر انه في الخامس من نوانبر في مثل هذا اليوم سنة 1975 انطلق ملك المغلب صاحب الجلالة الحسن التاني طيب الله تراه ليلقي على رعايا الاوفياء من قصر البلدية باشدير خطابا للشعب المغربي اعلن فيه عن انطلاق المسيرة الخضراء المدفرة وفي اليوم الموالي السادس من نوانبر انطلقت المسيرة الخضراء من طرفاية وقد شاركت فيها سائل طبقات المواطنين من الشباب الى الكهول الى الشيوخ من رجال الشارع الى المثقفين الى كبراء رجال الدولة الى علية القوم الى الزعماء وعلى رأس المشاركين كان الملك المفدى انذاك الحسن الثاني طيب الله تراه والملفت للنظر ان المرأة المغربية بدورها كانت حاضرة بقوة وساهمت بحض كبير ونصيب وفير وانتضمت بحماس في سلك المسيرة حتى ان السيدة الحامل لم تتخلف عن المشاركة سيدة حامل جاءها المخاض ووضعت وليدها بالصحراء المغربية وسمته مسير والان عمره خمسة واربعين سنة لقد كانت استجابة للنداء الملكي بشكل مكتف لعل المغاربة الذين عاشوا في الستينيات والسبعينيات من هذا القرن يستحضرون بإجلال ويستحضرون بقوة ذلك الزمن الجميل الزمن الذي كانت فيه الروح الوطنية قوية وجدابة وكان فيه الالتحام بين العرش والشعب قويا ومعطاء إنها كانت ملحمة حق للمغرب أن يفتخر بها ويلقنها لأبنائه وأحفاده حتى تستمر هذه الروح الوطنية واتابة في نفوس الجميع لقد بلغ عدد المغاربة الذي شاركوا في المسير الخضراء المضفرة 350 ألف مواطن ومواطنة وفي هذه المرحلة جميع أقاليم وعملات المغرب شاركت فقد فتحت مكاتب في كل إقليم وعمل لتلقي طلبات التطوع لانتقاء 350 ألف مشاركة ولماذا هذا العدد بالضبط لأن هذا العدد يمثل المواليد الجدد كل سنة بالمغرب فالمغاربة كانوا يزدادون بنسبة 350 ألف كل سنة ثم تم تحديد كوطة مسبقة للنساء 10% من مجموع المشاركين أي أن عدد النساء اللواتي شاركنا في هذه المسيرة كان عددهن 35 ألف أمرأة وتم تعيين 44 ألف مشارك من الرسميين والمؤطرين والإداريين وساهمت الأطر الطبية بوفرة حوالي 500 طبيب ومبرد ومبردة بل إن المشاركة لم تقتصر على المغاربة فقد شارك عدد كبير من الأحباب الذين هم مقتنعين بمصداقية هذا الطرح ومقتنعين بمشروعية الدفاع المغربي عن أقالمه الجنوبية فقد شارك عدد من السفراء في الدول العربية والإسلامية الشقيقة ومن أبرزهم شارك سفراء المملكة العربية السعودية كانوا في المقدمة وأيضا سفير الأردن وأيضا سفير قطر وأيضا سفير الإمارات العربية المتحدة التي فاجأتنا هذه السنة بفتح سفارتها بالأقاليم الجنوبية وأيضا سفراء أيضا لسلطنة عمان والسودان والجابون والسينيغال وغيرهم من الدول العربية والإسلامية والإفريقية الشقيقة تؤمن بعدالة القضية المغربية وأن الأقاليم الجنوبية هي من ملك المغرب وأن الكيان المسمى بالبلوزاريو إنما هو كيان مصطنع صنعته للأسف الجارة الجزائر طمعا في أن تضع يدها على مناطق من مغربنا العزيز لقد كان المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله تراه كان أن ذاك يضع خطة دقيقة لإنجاح هذه العملية فهو من منطلق إيمانه بقضايا السم وقضايا الهدنة وأنه كان ينبت الصراع والحرب والدماء كان يحط الجنية على أننا نسير في خطة تابتة نحو السلم والسلام لكي نجنب المنطقة حربا مدمرة ومن ثم جاء هذا القرار الحكيم القاضي بتنظيم هذه المسيرة والداعي إلى نبدي العنف واللجوء إلى الحوار لتسوية النزاعات كان جاك المغفور له الحسن الثاني يستشير السادة العلماء والسادة الفقهاء وقد وضعوا له خطة مستنبطة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الشريفة كون أن النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يسترجع مكة المكرمة أمر أتباعه من المؤمنين والمؤمنات أن يدخلوا مسالمين بغير سيوف وأن يرفعوا نداء التكبير والتهليل ودخلوا إلى مكة المكرمة وقد وعدهم الله تعالى في كتابه العزيز بأن الفتح قريب فنزل قوله سبحانه إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وفعلا نصر الله تعالى عبده ورسوله وصفيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصرا مؤثرا في فتح مكة المكرمة ثم أمره الله تعالى بأنه بعد الفتح لابد أن يواصل المسير نحو العمل الصالح من تنمية ومن عبادة وطاعة فجاءت الآية التي بعدها المسمات بسورة النصر في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا مثل مثل هذه الآيات القرآنية الكريمة وغيرها من الأحديث النبوية الشريفة هي التي كانت تؤثر فلسفة المغفور له الحسن التاني باعتباره أميرا للمؤمنين وهي التي كانت تؤثر سياسته لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية من أجل ذلك فإن المتطوعين كانوا قد خرجوا من ديارهم متوضئين وكانوا في هذه المسيرة يحملون في اليد اليمنى نسخة من القرآن العظيم وفي اليد اليسرى الأعلام المغربية الوطنية لم يحمل فيها سلاح أبدا وذلك تأكيد على أنها مسيرة سنية ولما وصلوا إلى التراب تراب الصحراء صاروا يتيممون التيمم الطاهر من تراب الصحراء فتيمموا صعيدا طيبا والغريب في الأمر أن المغاربة كانوا أشبه بجسم واحد جسم إذا تداع له عضو تداع له سائر الجسد بالسهل والحم انتقلوا وانطلقوا بقدر كبير من النظام والانتظام والدقة وقد كانت الانطلاق غريبة جدا ومباعتة لما أعلنها المغفور له الحسن الثاني من قصر أشدير هنا إسبانيا سوف تفاجأ لم تكن تتوقع أن المغرب سيخطط هذه الخطة الغريبة وأنها لم تكن مطروحة عندهم في الفكر السياسي السابق هذه الخطة غريبة لم تكن معروفة أبدا ولكن المغرب استنبطها من سيرة نبيه وصفيه الملهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فانتفضت إسبانيا وعارضت المسيرة الخضراء بشدة وطالبت عقد اجتماع لمجلس الأمن وفي مجلس الأمن بدأت تبدع أن المسيرة ليست سلمية ولا هي عادلة وادعت بأنها تخفي وراءها زحفا عسكريا مسلحا وضمت بأن المغارب المشاركين يغفون أسلحتهم حتى إذا وصلوا هناك دخلوا في عراق عسكري ولكن تبين بأن كل هذا إدعاءات فالمغاربة خرجوا بنية صادقة يرفعون نداء الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلهم كانوا يقولون صوت الحسن نادي بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحة حرة كلهم يرفعون صوت الله أكبر الله أكبر الله أكبر وانطلقت المسيرة الخضراء المدفرة لكن إسبانيا سوف تعترض وسوف تقوم بتحريك أسطولها البحري إلى المياه الإقليمية المغربية لإشبار المغاربة للعدول عن تنفيذ هذه المسيرة بل إن إسبانيا أعلنت أنها قامت بإعداد حقول الغام في مناطق مختلفة من الصحراء الغربية حتى تتير الفزع في قلوب المشاركين ويخافون من انفجار هذه الحقول الحقول الألغام لكن المغاربة كانوا يسيرون بكل نجاح وبكل تبات وكل ثقة كانوا يرفعون نداء التكبير ونداء التهليل وقد نجحت هذه المسيرة الخضراء على المستوى الشعبي والإقليمي والعالمي وتوغل المتطوعون المغاربة في الأراضي الصحراوية المغربية وهذا ما جعل الإسبان يشعرون بأنهم مضطرين للعدول عن موقفهم المناوئ للمغرب وعن البحث عن حل لمشكلة الصحراء ومن ثم بدأت اتصالاتهم بالمسؤولين المغاربة هذا ما دفع ملك البلاد أنذاك الحسد الثاني طيب الله تراه أمام أنظار العالم الذي وقف مشتوها أمام هذه المبادرة التاريخية فدفع الحسد الثاني طيب الله إلى إصدار أمره بعودة المتطوعين في المسيرة أن يعودوا إلى ترفايا مؤقتا حتى يتم التوصل إلى حل سلمي للمشكلة وفعلا رجعت الوفود إلى ترفايا وفي التاسع من نوانبر سنة 1975 سيعلن جلالة الملك الحسد الثاني طيب الله تراه لذاك أن المسيرة الخضراء حققت المرجوة منها وطلب من المشاركين في المسيرة إلى الرجوع إلى نقطة الانطلاق أي إلى مدينة ترفايا والحمد لله بعد هذا النجاح المبهر الذي حققته المسيرة الخضراء غازلنا الآن بعد مرور خمسة وأربعين سنة لم يفتر المغرب في الدفاع عن حوزة بلاده واستكمال تحرير أراضيه استمرت جميع المبادرات التي قام بها المغرب وفي عهد الملك محمد الثالث حفظه الله ورعاه صار على النهج والده المفدى الحسن الثاني وعلى النهج جده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي نحت في هذه الأيام بذكر مولده والذي كان دوما يدعو إلى السلم ويدعو إلى الحوار ويدعو إلى التفاهم بالتي أحسن ومن ثم أفرزت عبقرية محمد الثالث حفظه الله ورعاه سياسة ما يسمى بطرح الحكم الذاتي وفعلا الآن العديد من الدول صارت تدع المغرب فبالإضافة إلى الدول العربية جميعها والدول الدول الأفريقية أكثرها والدول الغربية من الآن الفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية بل وحتى إسبانيا وكل جمعت الدول العربية باستثناء الجزائر والدول الأفريقية الكل يدعم سيادة المغرب على صحرائه الغربية خصوصا بعد المبادرة الحكيمة التي اقترحها لحل النزاع عن طريق الحكم الذاتي هذه المسيرة تسمى مسيرة إنها لا تزال منطلقة إنها لا تزال منطلقة في تبات ونبات تنطلق لكي تقوم بدعم الأقاليم الجنوبية ولله الحمد والمن من ينظر الآن في الأقاليم الجنوبية ابتداء من العيون وإلى الداخل وإلى ترفايا وإلى ود الدهب وغيرها سيلاحظ بأن هناك تغييرا جدريا لحق المنطقة من منطقة صحراوية قاحلة صارت مدن كبرى آهلة بالسكان وفيها مصار تنوي عظيم ورائع ومنزار هذه المدن ينبهر كيف استطاع المغرب على الرغم من الظروف الصعبة أن يقوم ببناء مدن كبرى في صحراء قاحلة واليوم يحظى المواطنون في الأقاليم الجنوبية بكرامة العيش ويحظون بتنمية اقتصادية واجتماعية تسير بخطة تابتة ولله الحمد والمنة أو شكنا أو شكنا الآن على أننا نطوي هذا الملف وتعود الأقاليم الجنوبية كلية وبشكل شامل ونهائي إلى مكانها الطبيعي فالمغرب كان في صحرائه والصحراء كانت في مغربها فالصحراء في المغرب والمغرب في الصحراء لا ينسكان أبدا ونستحضر هنا أيها الأحباب الكرام كيف كانت عدة مواطن تشحن أبناء الوطن ليؤمن بهذه القضية ونذكر هنا قسم المسير الخضراء نذكر لما كنا أطفال صغار في المدارس الامتدائية كنا نردده في مثل هذه المناسبات ونحن نرفع الرايات المغربية نردد هذا القسم أبناء هذا الوطن كانوا كلهم يرددونه بصدق وإيمان ويقيم هذا القسم حفظناه ونحن الصغار ولا زال راصخا في الأدهان ومفاده أنه يقول أقسم بالله العلي العظيم أن أبقى وفيا لروح المسيرة الخضراء مكافحا عن وحدة وطني من البغاز إلى الصحراء أقسم بالله العلي العظيم أن ألقن هذا القسم أسرتي وإترتي في سري وعلانيتي والله سبحانه هو الرقيب على طوية وصدق ميتي هذا القسم الجليل ونحن أطفال صغار في المدارس الابتدائية كنا نردده ولازل راصخا ونحن الآن من باب الوفاء نلقنه أيضا لأبنائنا ونلقنه لأسرنا ولأترتنا في السر والعلم ونستحضر أيضا أيها الأحباب الكرام أن كلما حلت هذه الذكرة كان يواكبها عدد من الأنشطة التقافية والأنشطة الاجتماعية والأنشطة الرياضية كلها تبين بأن المغرب يسير في الخط الصحيح في خط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخط التلاحم والتكاتف وكلنا كنا نقول نشيد المسيرة الخضراء الذي مفاده ويقول صوت الحسن نادي بلسانك يا صحراء فرحي يا أرض بلادي أرضك صبحة حرة موردنا لازم يقمل بالمسيرة الخضراء مسيرة أم وشعب بولاده وابناته شعارها السلم وحب والغادي سعداته حملين كتاب الله وطرقنا مستقيم إخوانا في الصحراء يسألون الراحم يا قاصدين الصحراء أبوابها مفتوحة مسيرتنا الخضراء نتيجة مربوحة فيها أمن وسلام تاريخ مجد الوطن بلا حرب بلا سلاح معجزة الزمن السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجم الى صفحة اشتركوا في القناة ترجم الى صفحة